في إطار المساعدات الطبية التي تقوم بها وزارة الصحة الوطنية في بعض الأقاليم الشادية والتي تشمل 13 مستشفى فقد كان المستشفى الجامعي بعبشة من ضمن المستشفيات التي تلقت المساعدات الطبية وتأتي هذه المؤدات الطبية من عجل تزويد المستشفى بالمؤدات اللازمة التي يهتاج إليها من أجل تسهيل صحة المواطنين في كلمته مدير المستشفى المركز بعبشة أثمان إسماء الأريم قال إن هذه المؤدات تساعدهم بشكل كبير في سد اهتياجات المستشفى مضيفا أن هذه المؤدات الطبية تسهم في مزاولة عملهم من عجل تقفيف معاناة المرضى كما قدم شكره لوزارة الصحة الوطنية التي تسأى دائما من أجل صحة المواطنين من جانبه العمين الأهم لولاية وداية بكره سنديدجي أشاد بالجهود التي تقوم بها الهكومة من أجل صحة المواطنين كما طلب من إدارة المستشفى الاهتمام بهذه المؤدات وأن يقوموا بواجبهم المحني تجاح المواطنين من أجل محاربة العمراض التي يعاني منها السكان ونذكر أن هذه المؤدات تتكون من أدوية وأسرة وأكازات طبية ترجمة نانسي قنقر